المنازل الواقعة في هذه المنطقة السكنية تمر بأزمة مياه شرب حادة حتى أن البعض منهم اضطر لشراء سيارة حوضية لتأمين المياه فيما يفكر الآخرون بالهجرة وترك منازلهم لعدم وجود حلول حكومية لهذه المشكلة وإحنا حتى فكرنا أنه في الصيف القادم إن شاء الله يجوز نروح نهاجر نهاجر نبيته ونقعد به فمن خلال هذه المناشدة يجب أن يكون إجاز صورة حل للمنطقة صار إنه سنتين الناشد الجهات المخولة لا يوجد رفعنا حتى رأسة الوزراء على موض الماء وما حصلنا لحد الآن كل بير بمئة وخمسين ثلاثمية أربعمية أنت وچنصة لو يطلع مالح لو حلو ولو يخلونا لو ما يخلونا فالله عن الناس تروا فبحاننا تخلينا نحفر آبار بقي عنها وما عندنا كل بير تقريبا يبعد عن البيت ثلاثمية أربعمية متور أو خمسمية متور كل شي بعيدة وكلفة الصندات وكلفة المواطير هاي الغطاسات كل ما يحترق المواطر الغطاسة بمئة وخمسين مئتين ألف وإحنا منين نجيب الجهات الحكومية المختصة أوضحت في حديثها لقناة زاكروسا إن هذه الأزمة في طريقها إلى الحلة ضمن خطة العام المقبلة وهناك حل آنية تمت المباشرة به لإنهاء هذه الأزمة 90% مجمعات قضاء شافعية تقع على أنهر فرعية تعاني من انخفاض المناسيب والجفاف ومن الحلول اللي اتبعتها المديرية بالتنسيق مع الحكومة المحلية في المحافظة هي إيصال الماء الخام إلى هذه المجمعات المنتوقفة ومنها تمت المباشرة بمشروع إيصال الماء الخام إلى مجمع ماء العطاء ساعة 200 متر مكعب الساعة أيضا من الحلول الجدرية اللي اتخذتها المحافظة بالتنسيق مع الوزارة هي إنشاء مشروع ماء الشافعية الجديد ساعة 1000 متر مكعب الساعة هذا المشروع تم دراجه ضمن خطة الوزارة البلديات الخطة الاستثمارية لسنة 23 شح المياه في الأنهار الرئيسة تسبب بشكل مباشر بحرمان مئات العوائل من وصول المياه إلى محطات الضخة مما يستدعي وجود خطط لمعالجة هذه المشكلة قبل خروجها عن السيطرة من الدولية معتز العبودي زاكرو السيلي ترجمة نانسي قنقر